اشتركوا في القناة عن شكره على تلبيته الدعوة للمشاركة في قمة البحرين فيما أعرب فخامته عن تقديره لجلالة الملك المعظم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والوفادة مثمنا جهود مملكة البحرين وتنظيمها الراقي لإنجاح القمة العربية واستعرض الجانبان أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما إلى جانب بحث مستجدات القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وأشهد بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية معربين عن تطلعهما إلى دفع التعاون الثنائي إلى أفاق جديدة من العمل المشترك في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة متينة وأواصر تاريخية وطيدة كما عرب الجانبان عن تمنياتهما لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة بالتوفيق في اجتماع القمة العربية لتحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم قضايا الأمة العربية ويعزز منظومة العمل العربي المشترك ودعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وأشاد جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلادين الشقيقين تجاه مختلف القضايا وأكدا على أهمية تعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة كافة التحديات